السلام عليكم ورحمة الله ورحمة بكم في ستورينو. هذا الفيديو ان شاء الله سيكون حول طريقة التفع الاشتراك الخاص بمتجركم على منصة ستورينو. اذا كل ما عليكم تقوم به هو الدخول لحساب المدير طبعا. وثم ستمشيوا للوحة التحكم. فين يمكن لكم تشوفوا جميع المتاجير اللي متواجدة في الحساب للكم على منصة ستورينو. اذا في هذا المثال هذا كيف ما كتشوفوا. عندنا ثلاثة ديال المتاجير. واحد من هذا المتاجير يدو سالة الاشتراك دياله. وبغينا نقومه بتجديد ديال هاد الاشتراك. كل ما علينا نقوم به هو الضغط على اضافة الدفعة. ثم غادي رسلنا لهذا الصفحة هذي. فين كنشوفوا اول شيء. اه الحزم. هنا كيف ما كنشوفوا عندنا ثلاثة ديال الانواع ديال الحزم. كان لدينا حزمة الانطلاقة. المسويق المحترف وكذلك اه رجل الاعمال. كل واحدة من هذا الحزم ذهه عندها مميزات خاصة بها. وطبعا اه كل حزمة من هده اه كيف ما كتشوفو هنا اه مثلا المسويق المحترف. عندها مميزات اكتر من حزمة انطلاقة.udos حزمة رجل الاعمال عندها. المميزات اكتر من اه المسويق محترف. وكذلك حزمة انطلاقة. يعني حزمة ديال رجل اعمال. اه فيها اه جميع المميزات اللي متواجدين في المنصة ستورينو يعني تقدروا انكم تخدموا في جميع المميزات وما غاديش اه وغادي كونوا تقوم واحد لاكسي كامل لهاد اه المميزاتي كاينية في المنصة ستورينو اذا كل ما عليكم تقوموا به هو طبعا اختيار الحزمة اللي منسبة الاستعمال للكم لهاد المنصة. ثاني شي عندنا الاشتراكات هنا كيف ما كنتشوفوا عندنا ربعادي الانواع للاشتراكات عندنا الاشتراك الشهري عندنا كل تلاتة شهور نصف سنوي وكذلك الاشتراك السنوي هنا كيف ما كنتشوفوا اه الحالة ديالي عندنا مثلا اختاري الاشتراك ديال كل تلاتة شهور هناك كيف ما كنتشوفوا كان عليها تخفيض ديال اه ناقص اشرة في المية. يعني طبعا غادي تقوموا بالاختيار ديال الاشتراك اللي منسبكم. وطبعا في حالة ما كانت تخفيض على اه احد الاشتراكات. هذا شي كيني بانكم غادي توفروا اه فلوس على اه كل اشتراكات يتقوموا به. عندنا كذلك الطرق الدفع هناك كيف ما كنتشوفوا وعدنا كثاف طرق الدفع اللي هما كاملة لFA وهم شائعين اللي يتيم retirement في جميع المنصات عندنا طبعاً الفيزا ولماسترك kart عندنا البايفاض و interesting عندنا الذين 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 الذ Have different biết هنا كيفما كنت hallway في الحالة ذي الناس او لا عن طريق البطاقة البنكية عندنا اولاً arranتنا من ٢O card international يعني في حالته ما كانت أن الن for card it's mandatory و أن يقوموا بالاختيار طريقة الدفع اللي كان على اليمي دي الفيزا والمستركار في حالة ما كان عندكم كارد آآ بونكير آآ فيزا آآ لماستركار اللي يستخدم فقط في المغرب يمكن لكم كذلك ان كم اختاروا هاد آآ الطريقة دي الدفع دي الفيزا ولمستركار اللي كينا عليها صار هناك كما كتشوفو اللي مكتوبة فيها يعني فقط محليا. طبعا دون ما غدي تختاروا طريقة الدفع اللي من نسبة لكم. كذلك طريقة الدفع الخاصة بالبايبول هناك كما كتشوفو اللي طبعا جيد بسيطة وكل ما لكم تقوم بها هو تملؤوا المعلومات الخاصة بالحساب بلكم باش تتم طريق باش تتم عمليات الدفع كذلك عدنا هنا كيفما كتشوفوا اه بعد ما غادي تختاروا هاد اه طريقة الدفع ديالكاش بليس غادي يبن لكم واحدة لكود اللي طبعا غادي يتمشيو اللاجونس ديالكاش بليس وتعطيهم هاد الكود هدا وغادي تقوموا بالدفع ديال الاشتراك عن طريق هاد اه الكود هدا اللي اه اطلال لكم. طبعا اه الفيز او الا اه المصاريف ديال هاد اه الدفع هذا المصارف الاضافية ديال الدفع غادي يكونوا على حساب اه ستورينو. كل ما عليكم تقوم به هو فقط دفع الاشتراك اه ديال الحساب للكم واي مصارف اضافية غادي تكلف بها من سطورينو. اذا هادو كاملين طرق دفع طبعا اللي ما كيحتاجوش اه تدخل ديال اه الطاقم ديال ستورينو. الا هاد الطريقة الاخيرة اللي هي طريقة دفعا طريق البنك. هناك كيف ما كتشوفو اه هنايا كل ما عليكم تقوم به هو انكم تمشيوا البنكة اه ديالكم وغادي تفيرسيوا الفلوس في هاد اه الحساب هذا او لا في هاد رقم الحساب هذا اللي كيف ما كتشوفو هنا اه ديال من سطورينو. ثم بعد ما كتفيرسيوا هاد اه التمن للاشتراك. كتقوموا بتصوير ديال هادك الورقة اللي كاعتكم في في البنك. ثم غادي تصفتوها لاما لهاد الرقم هذا او لا كذلك البريد الالكتروني اللي كي بدها تكون في الاسفل ديال الشاشة. ثم غادي تم التحقق منه اه من طرف الطاقم ديال سطورينو. وبعد ما غادي تم التأكد اه وتحقق من هاد اه دفع ديال الاشتراك. غادي تم طبعا اه دفع الاشتراك في الحساب ديالكم وغادي تقدروا انكم تستفدوا من المميزات الخاصة بالباقة اللي انتم طبعا قمتم بتفع ديال الاشتراك ديالها. اذا كل ما عليكم تقوم به هو انكم اه فقط اه تفيرسي والفلوس في هاد الحساب هادا ثم تصوروا الورقة اللي غادي اعطيكم وتصفتوها لطاقم ديال سطورينو باش يتأكدوا منها. اه كذلك عدنا الخيار ديال اظهار الخاصن كيف ما كتشفوه قد ضغطو فقط على هاد الخانة هادي وكتبنتكم اه البلاصفين قدروا تكتبوه الرمز ديال هاد الخاصن هادا في حالة ما كانت متلا اه شي مناسبة واهتم تخصيص واحد اه اه بالنسبة هاد المناسبة هادي كل ما عليكم تقوم به هو كتابة هاد الرمز فهاد الخانة هادي باش يتم اه خاص هاد المبلغ الخاص بهاد اه الرمز هادا من المبلغ الاجمالي ديال الاشتراك ديالكم وبعد ما كتقوموا طبعا بهاد الخطوات هادو كل ما عليكم تقوم به هو الطغط على هاد الزر ديال دفع باش يتم طبعا نفع الاشتراك وتقدروا انكم اه تكملوا او لا تبدوه في البيزنس ديالكم وتستفدوه من المميزات الخاصة بالباقة ديالكم في منصة ستورينو. اذا كان هذا فقط فيديو خفيف توضيحي حول كيفية الدفع الاشتراك الخاص بمنصة ستورينو. انا كان عندكم شي تساؤل ما ترددوش في انكم تساولوا في التعليقات. ونكونوا حارسي لاننا نجاوبكم في اسرع وقت ممكن. السلام عليكم.